كتير مننا عارف أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس مشهورة بإطلالتها الشبابية والجريئة اللي دايماً بتطل بها على جمهورها في الوطن العربي كله مرة بفستان مكشوف ومرة بنابس مفتوحة ومرة تانية بكاشميو بس إنها تطلع على جمهور ببدل الرأس دل صدم متابعاًها نشرت ميريام صورة لها على انستجرام ظهرت فيها ويا لابسة بدل الرأس باللون الأزرق ممزوجة باللون الجولد مفتوحة من الظهر ومن عند السقين أما من ناحية الجمالية اعتمنت ميريام في الماكياجة على الألوان الترابية النعمة اللي برزت جمال عيونها حطت أحمر للشفاب اللون البيجي المميز كمان اختارت ميريام إنها تسيب شعرها البني الطويل مفروض على كتفها بطريقة الكيرلي اللي طبعاً كلنا عارفينها عنها وكملت اللوك بإكسسوارات ضخمة تناسب إطلالتها الفنانة ميريام فارس من أول ما نشرت الصورة دي وأثرت الجدل بشكل كبير اتعرضت كمان لانتقادات واسعة من الجمهور وده من خلال التعليقات على صورها لنشرتها وانهال التعليقات المتابعين عليها اللي كان كلها هجوم ففي اللي قالها والله يا ميريام مش وقتك أبداً ياردت تعليمي تختاري وقت مناسب تراعي ظروف العالم فيه علشان تعمل الترند السخيف ده الفنانة ميريام دايماً بترتدي أجمل تصاميم الفساتين اللي بيغلب على معظمها الطابع الجريء خاصة وإنها تتمتع بجسم رشيج جداً والفساتين الأسيرة اللي بتعتمدها ميريام بأسلوب خاص بتبرز رشاقتها وقوامها المجدود وعن اختيارها للملابس فهي بتختار لبسها بعانية شديدة جداً بتختار الألوان المناسبة لبشرتها البيضة وكل ما تطلع الجمهور في أي مهرجان أو حفلة دايماً بتتصدر الترند لحد ما اخترتها مجلة فوربس للشرق الأوسط ضمن قائمة أكتر مئة شخصية عربية مشهورة إثلالات ميريام اللي تبان غريبة طول الوقت مش جايبها من فراغ فأبوها في مرة عمل لها دوافر من الدهب وزهرت بيهم في واحد من كليبتها وده سبب كفيل إنها تتشهر أكتر بيه أما والدتها فكانت بتصمم ليها الملابس للحفلات والكليبات بحكم شغلها في تصميم الأزياء وده برضو ساعدها تبقى مميزة من ناحية أداءها في الأغاني وطلتها المميزة وفضلت على النجاح دا لحد ما حصلت على لقد مالكة المصرح لأداءها المميز والملفت على أي خشبة مصرح بتقف عليها الفنانة ميريام فارس قدرت بموهبتها تجمع بين الغنى والإستعراض كان لها حركات اتشهرت بيها وكثير من محبيها بقوا يقلدوها والحد اللحظة دي كل ما بتعمل عمل غنائي بتصنع حالة من البهجة الخاصة بيها وفي الفترة الأخيرة بقت حريصة في حفلتها تعمل كده واتشعل للمصرح خصوصا بالدبكة اللبنانية من أهم الأعمال الفنية لميريام فارس في السنين اللي فاتت هي مشاركتها في كاس الأعلم في أغنية توكا توكا وقتها الجمهور قال عليها ملكة المونزيال العالمية ورغم تعرضها لانتقادات بسبب لبسها وطريقة رأسها على طريقة الفنانة العالمية شكيرة إلا إن الأغنية حققت نسب مشاهدة عالية جيدا الفنانة ميريام كل ما تكبر في السن بتحلوه أكتر وبقى نقتها وقامها اللي كل أونوسة وملامحة جميلة جننت كتير من البنات والستات وبقت من أهم الفنانات اللي موجودين على الساحة الفنية العربية والعالمية